طيب لو عايز ابنك بطل روح أديك عرفت المكان عرفت المكان ومش بس انت لو عايز ابنك بطل عرفت المكان انت كمان لو عايز تستمتع بخدمات ترفيهية عالية انت برضو عرفت المكان انت النهاردة اللي احنا بنقوله ده تطوير البنية التحتية عندك أحدث الصلاة موجودة في الشيخ زايد أحدث الصلاة والملاعب الرياضية موجودة التطوير اللي حصل في مدينة نصر في أكاديمية كرة القدم تحديدا منطقة الأمواج موجودة في مدينة نصر زي ما بنقول التجمع زي ما بنقول ان شاء الله الجزيرة فانت ايضا مش بس ابنك كمان هيبقى بطل وانت كمان هتستمتع لأن الرياضة سلوب حياة يبقى فوسحة فهتبقى الفوسحة بتاعتك فوسحة فوسحة يعني فدي يعني في الحقيقة ان شاء الله وعملية التطوير اللي يالكلمة التالتة ان التطوير في النادي الاهلي لا يتوقف ومستمر ومستمر وسوف نذهب الى المستقبل ولا ننتظره ان يأتي اليه دكتور لو اي حد من الاعضاء عنده رأي عنده اقتراح عنده شكوى يعمل ايه عندنا مجموعة من القنوات وايس ان حضرتك فتحت الموضوع ده عندنا مجموعة من القنوات يعني على سبيل المثال انا جاي لي 189 189 مش عايز اقول شكوى مقترح ملاحظة استفسار اه على تطبيق النادي الاهلي اه تمام وعندي قسم مختص ادارة المتابعة بيرد على كل حاجة اي ملاحظة جيلة على التطبيق ده ردين على الواما 189 انا عندي الدراسة الحاجة المقترحة اللي انا قريته ده وشكرت المجموعة في الحقيقة على رقياها في الطرح وعلى رقياها في ايجاد حلول وعلى رقياها في التواصل وعلى تقدرها هنا الانصاف ده مهم جدا عملية الانصاف دي والعدالة دي واحدة من القيم انا لمس مجودك بس عشمان اه يعني هنا ايه ده يعني زي يعني انا ده الراجل كاتب يعني الزملة في الحقيقة العضاء الموقرين كاتبين حاجات انا في الحقيقة بقولك يعني بستشعر بالفخر بيهم وهم بيكتبوها وفي اطار اهداف عائلة الاهل خلي بالك الجملة والتي من ضمنها استحداث وطرح الافكار والمبادرات ده عايش معي في الجائزة وتقديم المقترحات التي منشأناها تحديث وتطوير الانشطة والبرامج والنظم القائمة بالنادي الاهل ده فاهم هو عضو بيعمل ايه في النادي الاهل لما حضرتك يكون عندك اعضاء بهذا الشكل دي قلية اخرى من التواصل ان مكتبي مفتوح طوال اليوم مفيش حد الحمد لله وده انا تعلمت في النادي الاهلي ان انت تستقبل كل من يترك الباب ولا دايه اي استفسار لان ان احنا بنعتمد على مبادئ تعتمد في الاساس على الصدق والوضوح ما عندناش حاجة نخاف منها فبالتالي بنبقى صدقين جدا وبعدين احنا عندنا مبدئين مهمين جدا اذا كان عندنا خطأ نصلحه واذا كان عندنا صح نوضحه نعززه نوضحه حلوة دي خطأ نصلحه صح نوضحه ما عنديش اكتر من كده لو عندي خطأ ما بكبار تعبير جميل جدا انا هنزل لتصلحه الصبح لو عندي صح انت مش واخد بالحضرتك منه اوضحه ويمكن هو ده فلسافة هذا اللقاء اليوم ان النادي الاهلي وهو يستمتع بالتقدير الدولي والجائزة التي حظي بها منذ ايام كان حريسة استقبل الشيف الكبير مطبخ النادي الاهلي الدكتور سعد عشان يوضح ويستقبل يعني يعني واعتقد ان احنا يعني ونحن نستشرف المستقبل كانت هذه المقابلة هامة جدا لعلكم يكون فيها اضاحات واجابات وطرح لفرص التواصل مع الدكتور سعد شالبي ومجلس الادارة وفي الاخر نقول لك هل لديك اقوال اخرى قبل حالة نشكورك اتمنى ان النادي الاهلي يفضل زي ما هو في المقدمة قائد رمز القرى الافريقية النادي القرن في القرى الافريقية افضل مؤسسة رياضية عربية افضل مؤسسة رياضية عربية ما تخافش على الاهلي باعضاؤه ما تخافش على الاهلي بجمهوره ما تخافش على الاهلي برموزه وقياداته ومنصاته الاعلامية بشكر حضراتكم